انطلقت اليوم أعمال اللقاء الخاص لخباراء دول الساحل في إطار المشروع الإقليمي لدعم القطاع الرعوي بالساحل المناسبة جرت بحضور الأمين العام لوزارة الثروة الحيوانية والري تفاصيل هذا الخبر مع الزميل هارون أب آدم المشروع الإقليمي لدعم القطاع الرعوي في الساحل برابس تشات بدأ في تنفيذ جدول أعماله ولتحليل بعض الصوابات والتحديات التي يجب مواجهتها فقد جاء هذا الاجتماع الذي اضم دول الساحل الأعضاء في المشروع لطرح كافة الجوانب الفنية والإدارية ووضع سبل تطبيقها عمليا وقد تحدث منصق مشروع برابس تشات أحمد حسن قائلا إن تأسيس هذا المشروع يترجم الرغبة السياسية القوية لقادة دول وحكومات الدول الأعضاء بحيث أن المشروع يهدف بشكل أساسي إلى مساندة الرعاة من خلال توفير المياه واستصلاح المراتع وأسواق المواشي وأشار إلى أن ثروة الحيوانية تعد من الدعايم القوية للاقتصاد الوطني أما ممثل البنك العالمي فليب داردير فقد أكد أن البنك أدرج هذا المشروع ضمن المشاريع ذات القيمة الكبيرة للإزدهار في دول الساحل وقال إن هذا اللقاء يسمح لهم بتحديد المهامة افتتح عمال اللقاء رسميا الأمين العام النائب لوزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني عثمان محمد صالح وقد أكد هو الآخر أن القطاع الرعوي يعتبر المصدر الثاني للاقتصاد الوطني بعد الذهب الأسود وأن هذا الملتقى هو سانحة للمشاركين بوضع الآليات الكافلة لأداء أفضل ويمكن الحكومة من تحقيق تنمية مستدامة وتحسين حياة السكان وخاصة الرعاة ومربيء المواشي بالمناطق الساحلية ترجمة نانسي قنقر